الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات أيها الإخوة والأخوات أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى كما هي عادتنا لدينا فقرة قصة مقرئ ولن نتكلم عن مقرئ في هذه الحلقة وإنما سنتكلم عن منهجية الإمام الشاطبي في منظومة القصيدة الشاطبية حرز الأماني بإذن الله تعالى ونتكلم عن هذا الجانب ونغطيه ببعض الأمور التي قد تحتاجون إلى معرفتها ومقرر تلاوتنا في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى سيكون سورة العاديات بإذن الله تعالى ونفتح الباب بعد التلاوة لاستقبال اتصالات الإخوة وكذلك مشاركات الواتساب بمشيئة الله وقوته فاصل قصير نبدأ بعده إن شاء الله فقرتنا قصة مقرئ فابقوا معنا سنن مهجورة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وعن معهم بفضلك وجودك يا كريم اللهم أمين أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن المنظومة الشاطبية بعد أن بيننا في الحلقة الماضية مكانة المنظومة الشاطبية واحتفاء العلماء وأهل القراءة بهذه المنظومة المباركة في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن منهجية الإمام الشاطبي في هذه المنظومة قبل أن نتكلم عن هذه المنظومة أحب أن أبين لكم لمحة أو يعني إطلالة هكذا سريعة على واقع الكتب المؤلفة في القراءات في زمن الإمام الشاطبي رحمه الله فلم تكن القراءات مؤلفة في منظومات شعرية وإنما كانت تؤلف في كتب نثرية وهذه الكتب النثرية كانت تحفظ غيبا كانت تحفظ غيبا المختصرات منها تحفظ غيبا وطبعا المطولات لا تحفظ لكنها تنسخ وتنقل كانت منهجية أئمة القراءة في تأليف الكتب التي تحتوي على ما تلقوه من القراءات وقد شرحتها من قبل ولا بأس بإعادتها وتوضيحها كانت منهجيتهم أنهم إذا تلقوا القراءة عن مشايخهم جاءوا فدونوا ذلك في الكتب مش كل من تلقى القراءة يفعل ذلك وإنما أقصد المؤلفون أقصد المؤلفين الذين ألفوا في القراءات كانوا يتلقون القراءة عن مشايخهم ثم يدونون هذه القراءات في كتب يؤلفونها كالتالي يأتون فيضعون في أول الكتاب الأسانيد التي أدت إليهم هذه القراءات مثلا إمام قرأ بقراءة نافع قرأ بقراءة ابن كثير قرأ بقراءة الإمام عاصم مثلا أو لحو ذلك فيأتي ويقول هذا الكتاب الذي ألفته ألفته في القراءات الفلانية قراءة كذا وقراءة كذا وقراءة كذا ثم يبين إسناده الذي أدى به أدى إليه هذه القراءات ما معنى أدى إليه القراءات يعني أنه أخذ القراءة عن شيوخه هذه القراءات عن شيوخه بالإسناد الفلان فيقول أما شيوخي فهم فلان وفلان 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 قرأت عليهم كذا وكذا 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 من القراءات وكل شيخ من هؤلاء إسناده إلى هؤلاء القراء كذا فالشيخ روى عن فلان والشيخ الفلان روى عن فلان وهكذا يذكر إسناده إلى هؤلاء القراء الذين دون قراءتهم في كتابه بعد ذلك يأتي ويسرود أوجه الخلاف التي وردت عن هؤلاء القراء إما مرتبة على السور أو مجموعة بحيث تكون القواعد الكلية مع بعضها في مقدار من الكتاب والكلمات التي لا تأخذ شكل القاعدة تكون في الجزء التالي من الكتاب الجزء الثاني فالكتاب مكوم من جزئين وبعد الأسانيد الأسانيد هي الجزء الأول من الكتاب جزء ثاني عن القواعد المضطردة جزء ثالث عن الكلمات التي لا تأخذ شكل القاعدة من المؤلفين من كان مثلا يشرح كتابا من كتب شيوخه أو كان يختصر كتابا من كتب شيوخه أو كان يجمع في كتابه ما ذكره شيخه في كتاب له وشيخ آخر في كتاب ثاني وهكذا كلها كما قلت لكم نثرية ليست شعرية الإمام الشاطبي رحمه الله جاء في زمنه وأتى بهذه الأعجوبة التي هي المنظومة الشاطبية فماذا كان منهجه فيها جاء إلى هذه المعلومات المتعلقة بالقراءات وأراد أن يسرها على الدارسين من خلال نظمها في أبيات شعرية كيف استطاع الإمام الشاطبي أن ينظم القراءات في أبيات شعرية ما هي المنهجية العجيبة التي اخترعها وجاء بها في هذا النظم جاء الإمام رحمه الله فقسم منظومته الشاطبية أو قسم منظومته الشاطبية إلى نستطيع أن نقول يعني ثلاثة أقسام أو إن شئنا أن نقول أربعة أقسام القسم الأول ذكر فيه مقدمة شاملة لفضائل القرآن وأسماء القراء والكتاب الذي أخذ منه هذه القراءات وهو بمثابة الإسناد يعني ومنهجية النظم في نظمه ماذا أفعل؟ كيف سأنظم الأبيات؟ ما هي الاصطلاحات الخاصة التي أصطلح عليها مع من يقرأ هذه المنظومة؟ هذا كله حوالي مئة بيت تحديدا يعني أربعة وتسعين بيت جاء الإمام الشاطبي فوضع فيه كل هذا المحتوى ذكر فيه مقدمة في فضائل القرآن الكريم وفضل القرآن على صاحبه ثم عرج على اختيار العلماء والأئمة والمتقنين لهؤلاء القراء السبعة الذين كان عليهم مدار الرواية في أمصار الإسلام الخمسة الأساسية ورواة هؤلاء القراء السبعة ثم تكلم عن طريقة منهجيته وترميزه لهؤلاء القراء ومنهجيته في بيان قراءاتهم من خلال هذا النظم ودعوات صالحات في آخر المقدمة ثم بدأ ببيان الأحكام المضطردة الأحكام المضطردة يعني التي تأخذ شكل القاعدة القواعد عندنا أو اختلافات القراء عندنا منها ما له شكل القاعدة ومنها ما لا يأخذ شكل القاعدة وإنما هي كلمات منثورة الكلمات التي تأخذ أشكال القاعدة يعني كلما جاءك كذا وكذا ففعل معه كذا وكذا هذه قاعدة حتى لو كان لها مستثنيات لكن هذه قاعدة هذه المسألة أو هذه المسائل تجمع عند علماء القراءات ويطلقون عليها تسمية الأصول هذه تسمية القراءة يقولون الأصول أبواب الأصول كلمة الأصول معناها القواعد المضطردة الثابتة التي لا تتغير هذه هي الأصول وهناك كلمات مفروشة في القرآن الكريم منثورة كل كلمة منها لها حكم فيها قراءة مستقلة بذاتها يعني لا تأخذ شكل القاعدة هذه تسمى عند القراء الفرشيات أو الفرش فإذا نحن عندنا أصول وعندنا فرش الإمام الشاطبي جعل قسم للأصول ينتهي عند البيت 444 444 بيت نحذف منها يعني حوالي 100 تقريبا من المقدمة يعني يكون مجموع أبيات الأصول الشعرية حوالي 350 بيتا تقريبا 350 بيت فيها القواعد الأساسية التي تحوي أحكام القراءة مثال على ذلك القواعد مثل ماذا مثلا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله يا أيها القارئ إذا أردت أن تتعرف على أحكام المدود للقراء فأنا سأذكر لك قواعد المد فيقول على سبيل المثال كلما جاءك مد منفصل فإن من القراء من يقصره وهم فلان وفلان وفلان يعني يقرأه حركتين ومن القراء من يوسطه وهم فلان وفلان وفلان ومن القراء من يمده وهم فلان وفلان وفلان وهكذا يأتي مثلا فيقول كلما جاءك همز ساكن فإن قواعد القراء فيه كالتالي ويذكر هذه القواعد طبعا بشكل شعري يأتي فيقول كلما جاءك كلمات على وزن كذا وكذا وكذا فيجوز فيها الإمالة لفلان والتقليل لفلان وهذه أحكام قرائية يعرفها القراء يأتي ويقول أحكام الراءات عند الأئمة القراء السبعة كالتالي ورش يفعل كذا وغيره يفعل كذا ويذكر القواعد التي تشتمل كل الراءات التي في القرآن الكريم لها قاعدة واحدة أو قواعد يعني تحكمها فهذه القواعد وضعت في باب الأصول وهكذا صار يفعل رحمه الله ثم جاء بأبواب بصور القرآن الكريم من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس يذكر السورة وما فيها من الفرشيات مجموع أبيات السور والفرشيات ستمائة وسبعين أو ستمائة ستة وسبعين بيت بالتحديد فهذه أبواب أو أبيات الفرشيات والفرشيات مثل ماذا مثلا يأتي فيقول كلمة وما يخدعون إلا أنفسهم قرئت وما يخادعون إلا أنفسهم ما لحنا عندنا كلمة يخادعون ويخدعون مئة مرة في القرآن ولا عشر مرات حتى في القرآن هي مرة واحدة جاءت في سورة البقرة وهلها حكم خاص فلا تأخذ شكل القاعدة كلمة كذا حكمها كذا يأتي ويقول على سبيل المثال كلمة يعملون قرئت بالغيب لفلان وفلان وكلمة تعملون قرئت بالغيب لفلان وفلان كلمة معينة في سورة معينة لها حكم معين هذه تسمى الفرشيات حتى تتصور ما هي الشاطبية ومن يدرس الشاطبية ماذا يفعل وكيف يتعرف على القراءات بعد ذلك القسم الرابع من الشاطبية هو الخاتمة ومخارج الحروف وصفات الحروف بعض الأحكام التجويدية في آخر الشاطبية وخاتمة لطيفة جدا من الأبيات التي فيها تواضع الإمام رحمه الله وبيان جهده الذي بذله في هذه القصيدة المباركة والختم بالدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي المنظومة الشاطبية بكل بساطة طيب أين الإبداع الخاص الذي تميز به الإمام الشاطبي أولا في أنه نظم القراءات في أبيات شعرية والشعر لا شك أيسر وأسهل بكثير في الحفظ من النثر الأمر الثاني أنه أتى بمنهجية فريدة وعجيبة لم يسبق إليها فيما نعلم وهي أنه جعل للقراء رموزا حرفية لأنه طبعا كيف تنظم آلاف الكلمات القرآنية ومئات الأحكام المضطردة كيف تنظمها في أبيات بحيث يجمع الدارس القراءات السبعة كلها في ألف ومئة وثلاثة وسبعين بيتا يعني نحو ألف ومئة بيت فقط لا غير هذا عجيب جدا مش ممكن كيف يكون ذلك استخدم الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي الحروف للدلالة على أصحاب القراءة كيف ذلك جعل لكل واحد من القراء السبعة حرفا يدل عليه حرف دائما يدل عليه مثلا الألف رمز للإمام نافع الحاء رمز للإمام أبي عمر جيد الألفاء رمز للإمام حمزة وهكذا قسم الحروف على القراء ثم أتى بكل إمام من القراء السبعة وجعل له تلميذين أو راويين وكل راوي من هؤلاء الرواة له رمز أيضا خاص به بحيث إن كل واحد من القراء السبعة ورواة القراء السبعة صار له حرف يدل عليه وبالتالي يذكر الإمام الشاطبي الحكم ويذيله برموز القراء التي جاء التي قرأ القراء الذين قرأوا بهذا الحكم مثلا يقول وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرٌ ما معنى هذا الكلام؟ يعني مالك يوم الدين بالألف راويه ناصر الراء رمز للإمام الكسائي والنون من ناصر رمز للإمام عاصم فهكذا صار عندنا في نصف بيت عرفنا أن القراء صنفان صنف يقرأ مالك يوم الدين بالألف وهم الكسائي وعاصم طبعا إذا ذكر القارئ معناه يندرج معه الراويان مباشرة أما إذا انفرد أحد الراويين يذكر الراوي والصنف الثاني من القراء يقرأ مالك يوم الدين وهم باقي القراء في هذه الجملة استطعنا أن نعرف هذا الحكم وهكذا أتى الإمام الشاطبي على كل القرآن الكريم يبين كل أحكام القراء السبعة بهذا الترميز العجيب الغريب الذي كان فتحا عظيما على هذا الإمام ويدل على حدة ذكائه رحمه الله رحمة واسعة فمن أراد أن يدرس القراءات السبع فإنه يحفظ المنظومة الشاطبية كلها وليس ذلك صعبا هذا يعني حفاظ الشاطبية عبر القرون يعني بالآلاف إن لم يصل إلى الملايين يعني حفاظ الشاطبية أعداد هائلة جدا الذين يحفظونها عن ظهر قلب وفي هذا العصر يحفظها الآلاف عن ظهر قلب آلاف عشرات الآلاف كمان ويفهم الدارس هذه المنظومة ويعرف اصطلاح الناظم ويدرس شرحها ويأخذه على شيخ من المشايخ الذين تلقوا هذه المنظومة ويطبق ذلك في ختمة كاملة بالقراءات السبع فيكون بذلك قد أحاط علما بالقراءات السبع المتواترة التي وردت في الشاطبية عرفنا الآن ما هي المنظومة الشاطبية وكيفية التعامل مع المنظومة الشاطبية وكيف يتعلم طالب العلم القراءات من خلال هذه المنظومة العجيب بارك الله فيكم أن الإمام الشاطبي رحمه الله لم يشرح هذه المنظومة في حياته لم يشرح هذه المنظومة لم يشرحها وعندما طلب منه أن يشرح هذه المنظومة قال يقيد الله تعالى لها فتى يعني واحد فيه فتوة شاب قوي يعني فتى يشرحها فكان هذا الفتى هو تلميذ الإمام الشاطبي رحمه الله وهو الإمام أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الصمد السخاوي رحمه الله تعالى فشرح هذه المنظومة في كتاب سماه فتح الوسيد في شرح القصيد وطبع اليوم في أربع مجلدات فذكر فيه شرحه لهذه الأبيات عن النظم رحمه الله تعالى الذي لم يشرحها أصلا في حياته وإنما وضعها هكذا وطلابه أذكياء ما شاء الله زي الإمام السخاوي كان ذكيا فاستطاع أن يحل هذه القصيدة ويفهم رموزها كيف استطاع ذلك؟ أولا بتتلمذه على الإمام الشاطبي فهو من تلاميذ الإمام الشاطبي وسنتحدث عن ترجمة الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في الحلقة القادمة هو والتلميذ الآخر الشهير للإمام الشاطبي وهو الكمال الضرير نعم الكمال الضرير علي بن شجاع رحم الله الجميع فنعود فنقول أن الإمام السخاوي بتتلمذه على الإمام الشاطبي وبمعرفة وقراءته على الإمام الشاطبي للقرآن الكريم بالقراءات السبع وباطلاعه على كتاب التيسير لأن المنظومة الشاطبية هي نظم لكتاب التيسير للإمام أبي عمرين الداني الكتاب الذي تكلمنا عنه من قبل وهو مختصر يعني في مجلد واحد كان يحفظ غيبا حفظ حفظ الشاطبية أيسر منه بكثير لا شك لأنه نثر أما الشاطبية فشعر فنظم الإمام الشاطبي كتاب التيسير فكان الإمام السخاوي يعود إلى كتاب التيسير ليدرك المعاني التي نظمها الإمام الشاطبي وكذلك يعود إلى الكتب الموسعة كجامع البيان للإمام أبي عمرين الداني ليستظهر القراءات والروايات التي يتوسع فيها الإمام أبو عمرين الداني في جامع البيان و بيّن فيه مروياته بشكل واسع و بإسهاب يعني فهذه هي القصيدة الشاطبية التي سمّاها ناظمها رحمه الله حرز الأمان و وجه التهاني حرز الأمان و وجه التهاني في القراءات السبعة و إنما خصصت هذه الحلقة للحديث عن ذلك لأن الشاطبية يعني لفظ نسمعه كثيرا نسمع القراء كلهم كل القراء في العالم عندما يقرأ يقول أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية أقرأ برواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية و هكذا يقولون فما معنى طريق الشاطبية يعني الرواية بحسب ما رواه و ذكره من الأحكام الإمام الشاطبي مما دونه في القصيدة الشاطبية حرز الأمان ووجه التهاني فهذا دليل على أن قراءتنا من طريق الشاطبية هي طريق من الطرق لكن هناك طرق أخرى تروى بها القراءة ليس لا نروي القراءة فقط من طريق الشاطبية ولكن هناك طرق أخرى من لمؤلفين و علماء اللفوا في القراءات و وضعوا قواعد هذه القراءة في كتبهم نروي القراءة بشكل أوسع مما ورد فقط في الشاطبية إذن القراء يروون القراءة من طريق الشاطبية و من غير طريق الشاطبية لكن الأساس الأول الذي تروى منه القراءة هو طريق الشاطبية ربما يسأل سائل فيقول نحن لا نقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية و إنما نقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق فكيف ذلك نقول بارك الله فيكم الأزرق يوسف بن عمر بن يسار هو من تلاميذ الإمام ورش من تلاميذه و الأزرق له تلميذ و تحته تلميذ و تحته تلميذ و هكذا يتصل إلى الإمام أبي عمر نداني في كتاب التيسير ثم ننزل كما تعلمنا للإمام أبي داود ثم ابن هذيل ثم الإمام الشاطبي فلا يوجد تعارض عندما نقول طريق الشاطبية أو طريق الأزرق لا الطريق كلما نزلنا وحددنا في الطبقات السفلة كلما كان أدق في معرفة الأحكام لأن الأزرق تتفرع عنه طرق كثيرة ليس كل ما روي عن الأزرق موجودا في الشاطبية لا الشاطبية ذكرت وجها من الوجوه المروية عن يوسف الأزرق الذي هو من تلاميذ الإمام ورش رحمه الله رحمة واسعة هذه تقريبا يعني الماحة و إطلاعة و إلمامة سريعة بالمنظومة الشاطبية في القراءات السبع و هكذا تعرفنا عليها و الحمد لله رب العالمين إن شاء الله في حلقتنا القادمة سنتكلم عن تلاميذ الإمام الشاطبي الإمامين علي بن شجاع المعروف بالكمال الضرير و الإمام السخاوي أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد و إن وسعنا الوقت إن شاء الله نتكلم أيضا عن تلميذين أو طبقتين تحت الإمام علي بن شجاع حتى نصل بهما إلى الإمام بن الجزري بعد ذلك إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا و إياكم بما نقول و نسمع و أن يجزي عنا مشايخنا و علماءنا و كل من أوصل إلينا هذا الكتاب العزيز و سنة النبي الكريم عليه الصلاة و السلام خير الجزاء و أن يرفع قدرهم في عليين إنه تعالى جواد كريم و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين فاصل و نتابع بعده تلاوتنا من سورة العاديات فابقوا معنا هو الإمام الحافظ سيد العلماء أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري عداده في صغار التابعين و قد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه و لم يكن له عنه رواية كان مولده عامة وفي بن عباس رضي الله عنهما سنة ثمان وستين سمع من سعيد بن جبير و عبد الله بن شقيق و مجاهد بن جبر والحسن البصري و محمد بن سيرين و نافع مولى بن عمر و غيرهم وحدث عنه محمد بن سيرين و عمر بن دينار و الزهري و قتاده و هم من شيوخه و يحيى بن أبي كثير و شعبة و سفيان و مالك و معمر و جمع سواهم كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث كثير العلم حجة عدلا قال أبو حاتم وسئل عن أيوب فقال ثقة لا يسأل عن مثله و قال الحميدي لقي ابن عيينة ستة و ثمانين من التابعين و كان يقول ما رأيت مثل أيوب و قال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة و عن الثوري قال ما رأيت بالبصرة مثل أربعة فبدأ بأيوب كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة و كان يقول ليتق الله رجل إن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه توفي أيوب سنة إحدى و ثلاثين و مئة بالبصرة زمن الطاعون و له ثلاث و ستون سنة رحمه الله و رضي عنه حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل أيها الأكارم بارك الله فيكم و نقرأ إن شاء الله تعالى مقرر الحلقة من سورة العاديات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود و إنه على ذلك لشهيد و إنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور و حصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيكم أيها الأفاضل في هذه الآيات الكريمات نوضح أو ننبه إلى بعض التنبيهات في قوله تعالى و العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا نلاحظ هنا الألفات في آخر الآيات بعض الناس يقطع صوته قطعا عند هذه الألفات فيقول و العاديات ضبحا فالموريات قدحا هكذا يقطع فكأنه يجعل في آخر الألفات همزة و هذا طبعا خطأ لا يصح فالمغيرات طبعا هكذا تنطق فالمغيرات بعض الناس يقول فالمغيرات لا غلط غير صحيح فالمغيرات فالمغيرات صبحا في قوله تعالى فواساطنا به جمعا ننبه إلى ترقيق السين لا نقول فواساطنا بعض الناس يفخم السين يقول فواساء لا يجعلها صادا فواسا فواساطنا ترقيق السين فواساطنا به جمعا هكذا أيضا مما ننبه إليه قوله تعالى وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ الراء جاء بعدها لام فنوضح الراء من اللام نوضح الراء من اللام بعض الناس يجعل الراء قريب من اللام هذا غير صحيح وسبب تأثرها بالمقاربة مع اللام المجاورة لها فليتنبه لهذا بارك الله فيكم أيها الأكارم تقريبا يعني هذه هي الملاحظات التي أحببنا أن ننبه إليها في هذه الآيات نبدأ باستقبال الاتصالات ومعنا هذه المكالمة من نور من تونس السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا نور أهلا يا سيخونا العزيز أهلا يا بنتي أهلا بك تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَادِيَاتِ ظَبَحَا فَالْمُورِيَاتِ ظَبْحَا فَالْمُغِيَرَاتِ ظُبْحَا سوء 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 يا نور يا نور صبح بيّني الصالة فَالْمُورِيَرَاتِ ظُبْحَا كَالنَّاسِ ظُبْحَا صوء فَالْخِمِيَرَاتِ ظَبْحَا فَالْمُغِيَرَاتِ ظُبْحَا فَأَفَرْنَ بِهِ نَقَعَا فَوَفَطْنَ بِهِ ظَمْعَا إن الإنسان يربي لك نود وإنه على بارك مثل سهيدا لشهيد قلقلة لشهيد وإنه لحب الخشل لشديد أفلا يعلم إذا برعث وما في القبور وحس لما في الصدور إن ربا بيوم بهم يومئذ لخبير رائع رائع يا نور ما شاء الله انتبه بس للقلقلة لشهيد لشديد وهكذا الله يفتح عليك ورائع قراءة جميلة جدا وممتازة ما شاء الله تبارك الله معنا اتصال أيضا من عبد الله من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا يا عبد الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن رحيم والعهد يعد فبحا فالمغيرات تبحا فالموريات فالمغيرات تبحا فأزم به نقعا فوسطن به جمعا أعد فأثرنا أعد ما أعد فأثرنا به نقعا فأثرنا به نقعا فوسطن به جمعا فواساطنا رقق السين وقلق للطا فواساط فوسط لا فوسا هكذا صارت سا 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 فوسط أيوة فوسطن به جمعا وإن الإنسان من ربه لك لنهود وإنه على جهدك لشهيد وإنه لك في القير السريد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصي ما في القبور إذا بعثي را فاخ افتح الراء إذا بعثي را ما في القبور وحصي لا افتح اللام أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثي را ما في القبور وحصي لا ما في الصدور إن ربهم يوميسا خبير بارك الله فيك انتبه للملاحظات التي نبهتك إليها يا عبد الله ويعني معها تتحسن تلاوتك أكثر بإذن الله تعالى معنا مشاركات واتساب نأخذ مشاركة حامد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قضحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فغسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في الكبور وحص لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ قبير بارك الله فيك يا حامد شوف يا بني إذا بعثرة إذا بعثرة لا تقول إذا بعثرة لا إذا بعثرة الحروف اللثوية اللي هي الثاء والذال والضاء هذه الحروف لا بد من إخراج اللسان فيها انتبه لهذا الأمر ولا تقع فيه دور عليها كويس قبل أن تقرأ وتنبه لها ثم اعتني بها دائما وتدرب على هذا الموضوع لا يجوز لك ولا يصح منك أن تحول صوت الثال إلى زاي والثاء إلى سين هذا لا يصح أبدا فانتبه يا حامد لهذا والقراءة ما شاء الله فيما عدا ذلك ممتازة في الجملة بارك الله فيك معنا يوسف أحمد من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمريات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن أرضهم بهم يومئذ لخبير شكرا يا يوسف على المشاركة حرف الراء عندك يا يوسف أحيانا بتأتي به بشكل صحيح وأحيانا لا يعني زي ما قلت لخبير أجئت بالراء وجئت أيضا براء أخرى لكن الراءات بعضها عندك لا تأتي به صحيحا شوف أر أر لما تحط لسانك في هذا الموضع شوف لما نقول إذا بعثي راء 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 من هذا المكان يخرج حرف الراء لكن لا تقول إذا بعثي واء بعثي واء هكذا لم نسمع راءا فانتبه لهذا أيضا حروف القلقلة الدال من حروف القلقلة يعني لازم تهتز وتضرب وتتقلق المنك هكذا لشهيد لشديد وهكذا لا تقول لشهيد لشديد لا لشهيد د هذا الصوت لابد منه مع حرف الدال شكرا يا يوسف على المشاركة معنا شهد من سوريا في مشاركة أيضا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذا لخبير شكرا يا شهد على المشاركة الجميلة ولا تتنفس في وسط الآيات وسط التلاوة يعني لا تأخذ النفس وانت لم تصل إلى الوقف أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور كده لا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ثم نأخذ نفسنا بعدما تنتهي الآية ماشي الله يفتح عليك معنا اتصال هاتفي من أحمد من السعودية السلام عليكم أهلا وسهلا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحة والعاديات ضبحة فالموريات ضبحة فالمغيرات صبحة فأفرنا به نقعا فأفرنا به نقعا فوسطنا بني جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على بالك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير طيب أخي الكريم في قوله تعالى والعاديات ضبحة فالموريات قدحة قلق للباء وقلق للدال ممكن تجرب معي نعم أعد والعاديات ضبحة وقلق للباء هكذا ضب والعاديات ضبحة تميل فالموريات قدحة فالموريات قدحة قد قد فالموريات قدحة نعم كذلك في كلمة فأثرن به رقق الثا لا تقول فأثا فا ثا 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 اجعلها مرققة مرة أخرى فأثرن فأثرن به نقعا لا طلع فأثا فا لا أنا أريد ثا ثا مرققة فأثا فأثرن به نقعا نعم جيد كويس فواساطنا نفس الكلام فا و سا نركق السين فواسا فواساطنا به جمعا نعم هكذا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ما شاء الله يعني تتلقن الأحكام بشكل جيد وتتقن تقليدها الصحيح بسرعة لا يبقى عليك إلا الدربة والتمرين المستمر لأنه الآن احنا صححنا هل سيبقى معك التصحيح؟ لا طبعا لن يبقى لأنه يحتاج إلى تمرين ودربة بعد أن يحصل التمرين والدربة يثبت معك ويصير إن شاء الله جزءا من قراءتك الله يفتح عليك ويبارك فيك معنى التصال من عمر من السعودية السلام عليكم عليكم السلام أهلا يا عمر تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالنوريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوساطن به جمعا جمعا امسك الميم جمعا لا مش جمعا 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 كويس إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لسهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخضير بارك الله فيك يا عمر أحسنت أحسنت بارك الله فيك معنا مشاركة واتساب من محمد حسن من الأردن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أخي محمد انتبه لحرف الهاء حرف الهاء حرف ضعيف يحتاج إلى ضغط هكذا هوائي ليظهر لما تقول فآثارن به نقعا لا تقول فآثارن به نقعا هكذا لم نسمع هاء به حرف الهاء إنه وإنه لحب الخير بين الهاء كذلك رقق الدال في الصدور لا تقول الصدور الصدور الدال صارت قريبة من الضاد لا ليست كذلك رقق الصدور دو 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 هكذا بارك الله فيك وشكرا على المشاركة مشاركة أخرى من أبي إسماعيل من فرنسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لصبير أبا إسماعيل ملاحظاتي عليك هي في التفخيم والترقيق فأنت ترقق أحيانا ما ينبغي تفخيمه وتفخيم ما ينبغي ترقيقه مثلا خذ عندك لما قرأت فأثرنا فوسطنا لا تقول فأثرنا فوسطنا هكذا الثاء يعني فخيمة والسين فخيمة وصارت صادا فأثرنا فوسطنا رقق جيدا في الحروف المرققة ولا ينبغي أن تتأثر الحروف المرققة بسبب أنها مجاورة للمفخمات هذا أمر بينما تعالى إلى إذا بعثير ما في القدور بعثير را را هذا كذا التفخيم ضعيف را را فخم الرا أفلا يعلم إذا بعثير ما في القبور هكذا را را الله يفتح عليك معنا أيضا مشاركة من أبو خليل من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثير ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا أبا خليل أنبهك إلى عند الوقف عند الوقف على الألفات ذات الحركتين مد عوض عندنا ضبحا قدحا صبحا نقعا جمعا هذه لما تقف عليها تقف بحركتين هكذا ضبحا حا هذه الحركتين المد عندك فيها جميعا زاد عن حركتين قرأتها كذا ضبحا حا هذا كثير حا بس هذا هو القدر الصحيح فقصر المد فيها جميعا والعاديات ضبحا كما قلت والعا ديا كذلك ضبحا نفس الزمن لا يوجد فرق إطلاقا هم الحركتين هم نفسهم وهذه هي ملاحظة الوحيدة معنى اتصال من نصر الدين من السودان السلام عليكم انقطع الاتصال مع نصر الدين نأخذ مشاركة واتساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات قجحا فالمغيغات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير شكرا يا يزن على المشاركة فوسطنا رقق السين لخبير رقق الراء فوسطنا رقق السين لخبير رقق الراء بارك الله فيك ونستعرض أيضا مشاركة واتساب أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أمين بأصبع من اليمن الألفات عندك طويلة وقفا يا أخي أنت تقول وابحا لماذا؟ لماذا يعني؟ هذا المد حركتان فقط لا غير لا أكثر من ذلك كذلك قدحا جميع الألفات وقفت عليها بشكل خاطئ بمد زائد تماما بل وصل معك أربع حركات هذا لا يصح هذه حركتان وقفا مد عوض ملحق بالطبيعي بارك الله فيك أيضا القبور لا تقلق للرأ ثبت كما فعلت في لخبير ثبت القبور هكذا بارك الله فيك نقرر حلقتنا إن شاء الله أيها الأكارم سورة الزلزلة أرسلوا تلاواتكم ونرحبوا بالجميع نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون